بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الحديث موصولا في محاضرات النحو العربي وحديثنا مستمر عن نشأة النحو العربي اختلاف العلماء في من أشار بوضع علم النحو اختلف العلماء في ذلك والمؤرخون في تاريخ النحو العربي فقيل ان الذي ابتدأ هذا العلم هو ابو الاسود الدؤلي باشارة من عمر بن خطاب وهناك رأي اخر يقول انه ايضا ابو الاسود الدؤلي هو الذي ابتدأ هذا العمل ولكن باشارة من علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وانه دفع الى ابو الاسود الدؤلي رقعة كتب فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبئ به والحرف ما افاد معنى وقال علي رضي الله عنه لابو الاسود انحو هذا النحو واضف اليه ما وقع اليك ومن هنا ومن هذا المنطلق سمي النحو نحو هذا رأي وهناك رأي اخر يقول ان ابو الاسود الدؤلي هو الذي بدأ هذا العمل بنفسه حين قالت له ابنته يا ابتي ما اجمل السماء فقال اي ابنية نجومها هذا اسلوبها نطقها بهذه الطريقة فقالت له لم ارد اي شيء احسن يعني لم ارد ان استفهم واسأل عن اي شيء احسن واجمل في السماء وانما تعجبت يا ابتاه من حسنها فقال اذا يا ابنيتي فقولي ما اجمل السماء وهذا اسلوب التعجب يكون بهذه الصيغة وبسبب هذا اللحن وضع ابو الاسود وضع ابو الاسود الدؤلي كتابا في النحو هذا رأي ثم نكمل الحديث ايضا عن اين نشأ علم النحو تجمع المصادر على ان العراق كان اسبق بلاد المسلمين في تدوين النحو والصرف لماذا ذلك بسبب اختلاط اهل البصرة والعرب عموما مع العجم ما ادى الى كثرة انتشار اللحن في العراق اكثر من غيره من الامصار والبلاد المفتوحة وحيث تقع البصرة جنوب العراق على مقربة من وادي نجد غربا والبحرين جنوبا ويقصد بالبحرين هو ساحل الخليج العربي والاعراب يفيدون الى البصرة من هذه المناطق فاخذ البصريون عن العرب الاقحاع الفصحاء الذين لم تفسد سليقتهم العربية طبيعتهم العربية لم تتغير لمعيشتهم في البادية اخذ البصريون عنهم اللغة الفصيحة اما الكوفيون فلبعد الكوفة عن البادية لم يفد الكوفيون من العرب الاقحاح الا القليل قليل من لغتهم وتعد البصرة لها قصب الصبق في ذلك اسبق مدن العراق اشتغالا بعلوم النحو حيث احتضنت النحو زهاء قرن من الزمان قبل ان تشتغل به الكوفة فالبصرة هي التي شادت هذا الصرح صرح النحو ورفعت اركانه بينما كانت الكوفة مشغولة بقراءات الذكر الحكيم ورواية الشعر والاخبار ثم استمرت المسيرة بين علماء البصرة والكوفة اشترك علماء المدينتين في النهوض بالنحو منذ عهد الخليل ابن احمد الفراهيدي شيخ الطبقة الثانية من البصريين وابي جعفر الرؤاسي شيخ الطبقة الاولى من الكوفيين حتى نمت اصول النحو وكملت عناصره في مستهل العصر العباسي الاول على يد المبرد خاتم البصريين وثعلب خاتم الكوفيين بذلك تهي محاضرتنا عن نشأة النحوي تبقى بقية عن المدارس النحوية ما هي واماكنها واماكنها واماهم علمائها هذا ما نتعرف عليه في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة